السلام عليكم و اهلا ومرحبا بكم على قناة اخوكم يوسف لمريني في هذه اللحظة ساقوم بدرس صغير بخصوص هذا التطبيق الرائع السهل البسيط الاحترافي بالنسبة للمبتدئين له اساسيات سهلة ولكن بنتائج مذهلة سنقوم بالدخول الى التطبيق الذي هو كين ماستر هكذا سوف نحصل على هذه الواجهة ثم نضغط على زائد لدينا ثلاثة احجام سوف نضغط على ستة عشر على تسعة ثم نحصل على هذه الواجهة فهي واجهة بسيطة ولكن لديها مؤثرات وفعليات رائعة ومذهلة سوف نضغط على الايقونة في الاعلى التي مكتوب عليها ميديا سنذهب ونضغط على القائمة في اعلى الى اليسار باسم background يعني خلفيات لدي عدة خلفيات من تصميم ادارة التطبيق ساخذ خلفية باللون الاسود ولكم الاختيار باي لون شئتم سأضغط في الاعلى على الرمز اوكي سأدخل الى هذا الخلفية يمكن ان ان امدد توقيتها من اربعة ثواني الى ما شئت عشرة خمسة عشر ولكن سأمدد فقط الى سبعة ربما سبعة سبعة جيد ثم اضغط في الاعلى الى اليمين على الزر اوكي بعد ذلك سأضغط على الرمز او ايقونة لاير في يسار النقطة الحمراء واذهب الى التيل لأكتب نص هنا ساكتب مثلا لدي اريد ان اكتب اسماعيل ثم اوكي سأقوم بتكبير هذه الكلمة واذهب الى دبل او التي بجانب المقص لاختار نوع الكتابة ساقوم باختيار روبوتو بلاك ولكن احب ان اجرب في الجانب الايصر لاتين واختار بفان ثم اضغط في الاعلى على اوكي هذا هو الشكل بعد ذلك ساقوم بالضغط على اوكي ثم سأذهب الى اسفل واضغط على الكلمة التي مكتوبها اسماعيل لادمجها مع الخلفية ثم سأقلص من الوقت ليكون متساويا بهذا الشكل سأقلنا سبعة ثواني سبعة ثواني هكذا جيد ساجعلها سبعة ثواني كذلك بعد ذلك سأذهب الى الاعلى على اليسار سأضغط على لاير قائمة من اليسار لاير اذهب الى اعلى الى اول اختيار ميديا هذه قائمتي من صور وفيديوهات وخلفيات بإمكانكم اختيار ما شئتم من خلفياتكم ومن فيديوهاتكم لدي بعض الفيديوهات القصيرة بخلفية جميلة سأضغط على هذا فيديو سأقوم بالضغط عليه ثم سأقوم بوضعه في مكان يسمح لي بجعله خلفية للحرف اس هكذا ثم سأذهب الى القائمة على اليمين وأضغط على كروبين سأضغط على عفوا أضغط على كروبين ثم سأقوم ب تشكيل هذا الفيديو حسب حجم حسب حجم الحرف الاول الذي هو اس سأقوم به هكذا هكذا جيد هو صغير بعد الشيء سأقوم بإعادة زيادة بعض الحواف هكذا جيد سأقوم بالضغط على أوكين ثم أنزل الى اسفل وأذهب الى يمين هذا الفيديو وأضغط على الحافة الصفراء ليندمج مع باقي الاختيارات هكذا ثم سأقوم بجعله بنفس سوقيتهم هكذا ثم سأذهب ثم سأذهب الى لاير مرة أخرى وأختاره في الأعلى ثم أذهب الى اختيارات أخرى فيديو آخر أو صورة أخرى وأختاره هكذا سيكون هذا سأذهب الى يمين الصورة وأضغط على الحافة الصفراء هكذا ليندمج مع كل هكذا سأجعله بنفس التوقيت سأذهب لكي أعدل عليه كذلك كما سبق للآخرين سأذهب أضغط على الكلمة لصدهر هكذا أقوم بالضغط على هذا الجزء وأقوم بوضعه على الام هكذا ثم أذهب الى القائمة على اليمين وأضغط على كروبين ثم أقوم بأخذ الشكل الام بحجم الام بحجم الام هكذا ثم أضغط اوكي في هذه الحالة سأقوم بالضغط كذلك على لاير مرة أخرى ميديا الاختيار الأول فيديو من اختياري هكذا سأذهب الى يمين الصورة أضغط على الحافة الصفراء كذلك وأقوم بدمجه مع بقية الفيديوهات هكذا هكذا وأقوم كذلك بوضعه كذلك سأقوم بأخذه الى أه سأقوم كذلك بإعادة وضعه على الحرف اي هكذا ثم أذهب الى القائمة على اليمين وأضغط على كروبين ثم أقوم بتصغيره وجعله بحجم الحرف ال هكذا ثم أضغط اوكي ثم أذهب الى لاير مرة أخرى وأضغط على ميديا ثم كذلك فيديو آخر بجودة أخرى وأذهب الى ثم أقوم بترتيبه أولا سأقوم بجعله أصغر هكذا ثم سأقوم بأخذه الى لاطخ ال أو الحرف ال ثم أذهب الى كروبين أقوم بجعله بحجم ال هكذا ثم الضغط على اوكي وأذهب إليه في الأسفل وأضغط على حافته الصفراء من جهة اليمين ليندمج مع باقي الفيديوهات هكذا هكذا جيد أضغط على هكذا جيد هكذا يجب أن يكون بمستوى واحد في الصوت وسط وأذهب الى لاير مرة أخرى لآخر حرف ثم أذهب بنفس الاختيار أريد خلفية أخرى بشكل آخر ليكون لدي خلفيات بشكال متنوعة سأقوم بتصغيرها الآن وبتغيير حجمها الى هذا الحجم ثم سأضغط اوكي وأقوم بسحبها الى ثم ثم أضغط اوكي وأذهب الى آخر هذا الفيديو كما فعلت في الفيديوهات السابقة وأدمجه مع كل الفيديوهات ثم أضغط على الأول فأذهب الى القائمة على اليمين وأضغط على هكذا وأختار الرمز الثالث ثم أذهب الى الثاني وكما فعلت بالأول أذهب الى القائمة على اليمين وأضغط على بليندين هكذا وأضغط على ملتيبلي وكذلك الثالث أذهب الى القائمة بليندين ملتيبلي والرابع القائمة بليندين ملتيبلي كذلك الحرف الخامس بليندين ملتيبلي سأضغط على أوكي الآن سأضغط على أوكي سأقوم الآن بالضغط على السماعي بالكلمة هذه الكلمة أصبحت بكل المعايير الآن سأقوم بترتيب هذه الكلمات لكي تكون بحجم واحد فهناك فأحجامها تختلف هناك ما هي صغيرة سأجعلها بحجم واحد سأجعل كلهم بحجم سبعة مئة وثنين وخمسون سبعة مئة وثنين وخمسون سبعة مئة وثنين وخمسون هذا كبير بعض الشاي سبعة مئة وثنين وخمسون سبعة. سبعة واثنان وخمسون. جيد. سبعة. سأكبر كتاب هذا الشيء. جيد. ثم اضغط على اليسار لأعود الى السابق. واضغط. الان كل شيء تم. هناك بعض الكالية. ارى ان بعض الحروف ليس بها شكل لانها لم هكذا. هكذا. يجب ان اوازي الوقت. هذا اظن بعيد. الان سيكون اظن ان الحجم جيد. ساقوم بالضغط على اشتغال. انضغط الى شكلها. رائع. واذا اردت ان تغير من الموسيقى ما عليك الا ان تضغط على هذه فيديوهات هكذا. وتنزيلها الى اسفل. وتغط على اكسترا اوديو. كذلك الثاني. اكسترا اوديو. كلهم بنفس الشكل. والثالث. اكسترا اوديو. وكذلك الرابع. واخيرا الخامس. ثم اذهب الى جانب الايسر. واضغط على السهمين. واقوم بمسح هذه الاصوات او اوديوهات. هكذا. اضغط ثم اعود. ولا اجربه هذه المرة. سوف اقوم بتجريبته. سوف يتحرك بدون الصوت. لا يوجد الصوت. ساقوم باقافه. واضغط على اوديو في الجانب الايمن. ثم اختار احد موسيقى من اختياري. لديكم قائمة اختياركم كما اردتم. ساضغطه هنا. ثم اضغط على الزر الزائد. اقوم بالذهاب الى اخر الاوديو. يجب ان يكون الاوديو صغير. ثم اقوم بسحبه. هكذا. ثم اعاد السحب حتى اصل الى مستوى الصوت الذي اريد. هكذا. لنرى النتيجة الاخيرة ستكون رائعة. لدي بعض التجارب. صراحة لقد ادهنني هذا التطبيق. هذا هو. هكذا. ساقوم بتكبير بعض الشيء. سنقوم بتجربتي الان. مرحبا بكم. واتركوا لي اراءكم. وتعليقاتكم. المرجو اذا كان لديكم اي تساؤل او لديكم اي استفسار فمرحبا بكم. هذا هو النهائي. ثم اقوم بتنزيله في القائمة. بالضغط على اليسار بالعقونة المكتوبة باللغة الصينية او اليابانية هكذا. ثم اقوم باختيار جودة هذا الفيديو. او هذا هكذا. ثم اقوم اول ان ساقوم بتنزيله لتروا شكله النهائي وهو مكبر او في القائمة الخلفية. مرحبا بكم وشكرا لكم على تتبعي هذا الفيديو الى اخره. اذا اردتم بعد التعديلات فم مرحبا بكم. ما عليكم. الا ان تأتونني باسم او اسم قناة او اسمكم. سوف اخذ اه نتيجة نهائية. لنرى كيف هي. هي. هذه النتيجة نهائية. اظنها رائعة. تحياتي اليكم. مع السلام.